اشتركوا في القناة حب وحبيبين مسلسل عن الامل وعن التفاني في العمل عن الرفاهية وعن التشرد عن الانصياع وعن التمرد عن الجمال وعن القبح عن هم الليالي وهناء الصبح عن السياسة وعن فن الكلام عن الحرب وعن حلم السلام وعن اكتشاف واحد وحي يغير ملامح العالم الى الابد تفين زحمة الكلام هذة اللي قلت اوليها ومسوي زحمة نوجي اقدر الخص لكم كلامي وقل لكم يقلع ام 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 المسلسل هذا ما احلى العادة يا جماعة نقول محظوظة هي المسلسلات والاعمال اللي تعرض على نتفليكس لانه رح يشاهدها ملايين وملايين اللي لم يكن مليارات البشر غض النظر كان العمل حلو واللي سيء بمجرد ما يترمي في نتفليكس حيلقى مشاهدات وحيلقى جمهور من كل ارجاء العالم الا هذا العمل الا مسلسل اركين اسمحوا لي اقول لكم يا نتفليكس انتم محظوظين ان هذا العمل قاعد يُعرض على منصتكم في تسعة حلقات فقط قدر صناع المسلسل انهم يخلوني اعلق وصفق وطبل يعني تخيلوا ان المسلسل يشتغلوا عليه تقريبا ست سنوات ست سنوات هم جالسين يكتبوا ويجهزوا هذا العمل وعلى كلام واحدة من القناة هنا في اليوتيوب ان اختيار طاقم الممثلين او مؤدين اصوات الشخصيات استغرق منهم بس ثلاث سنوات يب الى هذه الدرجة الناس متفانين في صنع هذا العمل اذا المسلسل جلسوا يصنعوا ويجهزوا ويختاروا طاقة ممثلين تقريبا في ست سنوات فما بالكم الكتابة انا متأكد ان كتابة القصة اخذت من الكاتب وقت طويل بما فيها الكفاية لشان تطلع بالجمال واللطافة هذه لانها حرفيا على بعد خطوات بسيطة وتكون قصة مثالية وعالم لا تشوبه اي شوائب نواخب ما اخذ وضعية التطبيل انتوا شايفين كده مستعد للتطبيل لازم لازم اي شي استاهل التطبيل اني طبل له طبل له طبل له طبل له كل دا كون وتخيلوا ان المسلسل مقتبس من لعبة وكلنا عارفين قدي ايش هي قليلة المسلسلات والافلام اللي يتم اقتباسها من لعبة وتنجح مرة قليلة وعلشان اكون صادق معكم يا جماعة انا ما لعبت لعبة اركين ولا اعرف اي شي عنها الى بعد هذا الفيديو يعني شفت شوية فيديوهات على اليوتيوب عن اللعبة ما عرف اي شي عنها ولا قد لعبتها ولكن اللي انا متأكد منه انه مو لازم تلعب اللعبة علشان تتابع المسلسل عادي مستحيل انعرض مسلسل او فيلم ويكتبون كده قبله يجب عليك لعب اللعبة قبل ان تتابع العمل هذا مستحيل ولكن الاكيد لو انت لاعب اللعبة راح يكون عندك المام ومعرفة مسبقة بالشخصيات وبعض التفاصيل اللي احنا ممكن ما نعرفها قصة المسلسل ببساطة يا جماعة في مدينة متقدمة صناعيا وحضاريا اسمها بيلتوفر يسكنها الاثرياء والنبلاء والطبق المخملية والمتوسطة وتسمى هذه المدينة بالمدينة العليا ليش المدينة العليا؟ الحين حتفهم لانه في قاع هذه المدينة تقع مدينة ثانية اسمها زون او المدينة السفلية ويسكنها التعساء والمشردين واللصوص وافراد العصابات والناس الاقل حظا في هذا العالم القصة الرئيسية عن في واختها باودر والتحولات اللي تصير لهم وعن الاشياء والمشاكل اللي تدخل في علاقتهم وتشتتهم وتخلق فوضى كبيرة بينهم وفي جزء ثاني من القصة في عالمين العالمين هذولي قاعدين يحاولون يطورون تقنية اسمها الهيكستيك واللي كان هدفهم من صناعتها انهم يخلقوا عالم افضل وينشروا تقنيات تساعد في تطوير هذا العالم وتحسين حياة البشر وفي جزء ثالث من القصة عندنا شخصية سيلكو واللي هي شخصية احترمها جدا واشوفها واحدة من اكثر الشخصيات اللي تم كتابتها بالطريقة الممتازة وعن عصابته واللي هدفهم الاستقلال عن المدينة العلوية بحيث تصير المدينة السفلية تحت ادارتهم وتحت تصرفهم وسيلكو وعصابته يا جماعة مستعدين يضحون بحياتهم مستعدين يضحون بغيرهم مستعدين يستغنون عن اخلاقيات وعن مبادئ مقابل تحقيق اهدافهم هذه القصة وهذا العالم بالمختصر والباقي عليك عزيز الوجيه يا جماعة ترى هذا العمل مكتوب بطريقة جدا جدا نظيفة ومرتبة قليلة هي الاعمال اللي شفناها بنفس الاناقة والترتيب هذا ومستحيل يطلع شي كده من نتفليكس مستحيل نتفليكس هي مجرد ناشر لهذا العمل لا اكثر الشغل كله كان على نفس الاستيديو اللي صمم اللعبة والكاتب اللي كتبها مسلسل من بدايته الى نهايته يا ساتر يا دوبك شوية ملاحظات شوية حتى الملاحظات هذه تستحي تقولها تقول حسناتهم تشفع لسياتهم يا ساتر ايش الجمال هذا ولكن وعلشان اكون صادق مع نفسي وصادق معكم في ملاحظة كبيرة يعني تخيلوا عمل كده مثالي مرة ممتاز ولكن في ملاحظة كبيرة كده بالنسبة لي ازعجتني ازعجتني وزعلتني اللي امتابعيني في تويتر عارفيني شكسه ولكني برضو قدرت اتجاوزها لانه ما في شيء مثالي في هذا العالم كامون مهمة في هذا المسلسل مرت بمرحلة كده تحولت الى شخصية ثانية او انها تطورت او صار لا حدث كده مهم وخلاها تظهر بشخصية مختلفة الحدث المفصل هذا والجوهري اللي صار لها تم بطريقة ما بقول غبية بس مبتذلة صدقا كليشي تمنيت صراحة انه بس كده لو الكاتب مدري شكله تورط شكل الكاتب تورط في ذي النقطة وقام قال يا الله كيف اسويها كيف اسويها يلا سويها باللهيب وركزلي على الباقي ستيل زي ما قلت لكم يمشي لامور يا حبيبي حسناتهم تشفع لسيئاتهم يا جماعة كملوا بس وفي شي ثاني جدا جذبني في الكتابة يا جماعة وهو الخروج عن المألوف انا اكثر شي احبه اني ما اقدر اتوقع شي في العمل اللي قاعدة تابعه لما اشوف مسلسل او فيلم ما ابغى توقع ابغى توقعاتي كلها تخيب وتروح في عرض الحائط ومو تروح في عرض الحائط على شي غبي انه كنت متوقع شي ويصير شي غبي لا يصير شي مختلف وممتاز يكون بشكل جدا منطقي ويتقبلوا عقلي هذا اللي اقصده ولسه ما خشينا على موضوع الرسم الرسم يا جماعة جدا جدا مميز ويعطي انطباع متماشي مع كآبة وتعاسة وجمال هذا العالم التحريك ومشاهد الاكشن واللحظات الدرامية من ناحية الملامح وتصرفات الشخصيات اذا ما خلتك تقشعر انا من الحين اقول لك اذا ما خلتك تقشعر قفل المسلسل وارح تابع لكاسة وبعدها نام نعم تفاصيل دقيقة في الكوادر في المشاهد مرسومة بعناية فائقة جدا تخليك كده تقول واو ايش هذا ملامح الشخصيات وتعابيرها خلتني احس بكل شي تمر فيه شخصيات طالع في الشخصية قعدت نقول لك مشاعر مو بس رسم لا فيه مشاعر فيه ملامح فيه او اوكي بديت خوش على مودة التطبيل وانا داخل مطبل بس ما بطبل زياد بس يستاهل والله يستاهل الاسلحة والادوات الأزياء والألوان والهندسة المعمارية يا جماعة شيء خيالي الرسم ممتاز التحريك ونقطة كمان مدري اذا ذكرتها ولا لا بس ترى هذا العالم مو بس فيه بشر فيه بشر وفيه كائنات غير البشر يعني وكل دا كوم ومؤدين الأصوات كوم ثاني إذا انت تابعت المسلسل حلو إذا انت ما تابعته ركزلي على مؤدي شخصية سلكو وشخصية باودر وشخصية فاي يقلع أم أم قوة الأداء يا ساتر تحسوا أن هذه شخصية حقيقية هذه شخصية حقيقية بس رسموها تحولت كذا رسمها وكان موجودة عندنا بس رسموها الصوت كيف متماشى مع الملامح مع البنية الجسدية للشخصية يا ساتر كيف كذا عيش هذا ومعليش نسيت مؤدي شخصية فاندر أو أنا أتوقع فاندر هذا لو موجود في الواقع رح يخليني حقق كل أحلامي بصوته وكلمتين منه كان اختير موفق للمانة كلهم للمانة اختير موفق معظم الشخصيات كذا صوتهم ومتماشية مع شخصياتهم وهنا كمان يجي عنصريش إنهم جلسوا ثلاث سنوات يبحثون عن مؤدينا صوت شخصيات ما اختاروا بشكل عشوائي لا أخذوا وقتهم وروقوا ومخمخوا رح تلاحظوا أن مؤدي صوت الشخصية مع شخصيته فيهم تناغم وإتقان بشكل مخيف مخيف المسلسل حاصل على تقيم جدا عالي مقارنة بباقي المسلسلات اللي تخرج من منصة نيتفليكس وصل تقيمه على موقع ايم دي بي إلى 9.2 من 10 بواسطة أكثر من 40 ألف شخص تم التصويت بواسطتهم وأبشركم كمان المسلسل الآن متربع في قائمة أفضل 100 مسلسل في المرتبة 14 ممكن يطلع زيادة ممكن ينزل حبتين ولكنه دخل هذه القائمة بكل جدارة أتكلم عن قائمة موقع ايم دي بي وعن نفس الأمان أعطيت المسلسل تقيم 9 من 10 ولولا الملاحظة الكبيرة من وجهة نظري هذه كان أعطيته 10 من 10 يعني الوذيك الجزئية بس تم كتابتها بطريقة مختلفة صدقوني كان أعطيته 10 من 10 بكل حب وإخلاص واحترام عدد حلقات مسلسل أركين يا جماعة 9 حلقات ومتوفرة كلها على منصة نيتفليكس وانتهى الموسم الأول بنهاية جدا 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 أسطورية وقد تكون واحدة من أجمل النهايات اللي كانت خارج المألوف وخارج الصندوق وخارج التوقعات وهاتل الدربوك يا ولد ويبراح يكون فيه موسم ثاني من هذا المسلسل ربما يكون موسم ثاني نهائي أو ربما يستمر إلى موسم ثالث ورابع بعدها ولكن حاليا ما في أي معلومات على الأقل عندي متى رح يكون الموسم الثاني وحطوا ببالكم يا جماعة يعني أنا ما هو من عوائد أني أسوي مراجعات لأي فيلم ولا أي مسلسل دائما يعني ما أحب أشارك معاكم إلا التجارب اللي جدا تثير اهتمامي ولكن أحب أقول لكم حاجة قبل ما نختم هذا الفيديو لا يفوتكم مسلسل أركين وإلى هنا عزيزي الوجيه يكون انتهى التطبيل كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم